بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أجماعة نحن الدين ده ما حق ناس معيني ولا حق فرغة لا بد لكل إنسان أراد أن يتحدث في الدين ميرجع ليزو الواحد ولا طرف واحد الدين ده لازم يبين أخونا ده قال نحن نفت في الكتب من القية خطأ بالرد عليه صح الله ما صح دارينه ردنا عليه كلام ابن الغيم في مدارج السالكين لما تحدث عن الفراسة قال نظرته في اللوحة المحفوظ والكلام معروف عارفه كلام ده ابن تيمية قال نظرته في اللوحة المحفوظ وحلف بأله سبعين يمين تحقيقا لا تعليقا الكلام ده ده عارفه بعد يجي يتكلم عن البرعي يقول كافر مشرك نظر في اللوحة المحفوظ وكذا بعد يجي يتكلم عن الامتين يقول أخطأ وبعدين الكتب اللي بغشباء الناس زي كرامات وكذا دي كتب بتاع التراجم أيما نحن وي منهجنا منهج في الكتب ديال منهجنا الرسالة الغشيرية إننا جوهر التوحيد إننا له كتب زي دي من ده الرسالة وبعدين الوهابية ديالي أمولانا وهابية الشتتوا حتى حتى ديما قال المزنبي الفقير يتفرتقوا داب رجعلي دا ما عندهم منهج ذاته ما عندهم منهج منهج ما في نحن عندنا منهج كامل كذا عندنا ناس كتبوا في حديث عندنا ناس كتبوا في التفسير لكن دان ما عندهم دال بس الشباب كده بقوموا كده بلتقوا في الكلام ما عارفين دين أصلا دايره بس يبين ليه كلام ابن تيمية وبن تيمية ذاته الامام ابن كثير في البداية إنه هي لما تكلم عن ترجمته قال شربوا ما يتلغثوا البتاعه وأنا دايري يشوف الكلام ده هل هو خطأ ولا صح؟ وينكروا الكلام ديرود عليهم وجزاكم الله خير طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد طيب قال الدين ما حك فرقا إلى خيره والكلام دا حق الدين قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وأما السلفية دي ما حزب وإنما السلفية دعوة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف السلف يعني الصحابة ومن سار على نهجهم دا الذي نقصد به الدعوة السلفية وأذلة كثيرة كما ذكر في الكلام والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضو عنه لأن الإسلام اللفظة العامة دي لفظة طيبة جدا بل جاءت في القرآن والله تعالى قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لكن الليلة بيقوا ناس بنتزب للإسلام على ضلال وقد يجب لك الآية ويذكر الأحاديث لكن يفهم كتاب الله ويفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهمه المغلوط أو بفهم شيخه الضال أو بفهم حزبه المنحرف إلى آخره حتى كأننا قيدنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم شنو الصحابة ودعوا ما عندك فيهم كلام ومن سار على ناجب قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي واغلا براء قال وسنة الخلفاء الراشدين إلى آخر المزع طيب لكنه الحق ده أراد به شيئا معينا يعني أنتوا ليه تقولوا ده كفر وفي كلام ابن تيمية ما تقولوا كفر وليه ده تضللوا وابن تيمية شنو وابن القيم ما تضللون ده كلام كذي عشان ننصفه ده كلام كذي طيب الجواب على الإشكال ده جواب هاي جدا اللي هو في آيات جاءت بالتحذير من أفعال معينة هذه الآيات تنزل على أقوام على أنهم كفر وتنزل على أقوام ويعزرون بها الدليل على القاعدة دي شنو قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي واقد الليثي وجايك للمسائل الزكرة كل أنا كتبت من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه وفيه أن أبا واقد الليثي قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدر ينوطون بها أسلحتهم يعني شجر بعلق فيها الأسلحة بتاعتهم يقال لها ذات أنواط ذات تعاليق فمررنا بسدر فقلنا يا رسول الله دي للصحابة جوز منهم فقلنا يا رسول الله يجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يعني نحن الصحابة سوّلينا شجرة نعلق فيها زي ما هم عندهم شنو شجرة سوّلينا زي شجرة ودي لك كفار والصحابة مهلون على الإسلام ولا شك في ذلك أي زول بناخش بر ما تشتغل به وانتبه لينا المتحدزة هو له أصلا عنده عمار ولا كذي ولا عنده فائدة بنديه فرصة بيتكلم بعد ذاك إن شاء الله بيرد عليه وبيبقى مارك واسي مرك قبل ما يرد عليه طيب اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر وفي رواية قال سبحان الله إنها السنن أو السنن قلتم والذي قلتم ودي المسلمين مسلمون قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم شنو آلهة مع إنو الصحابة رضي الله عنه ما كفرهم النبي عليه الصلاة والسلام كفروا ما كفروا لكن الاعتزار اليون هنا ذكره الصحابي في بداية كلامي قال كنا عدثاء عهد بكفر فقد الزول المسلم قع في شيء لكن يعزر بمانع من الموانع دي قاعدة وخدر واحد اتنين ابن تيمية رحمه الله ما قال كلام الصوفية ذي كونه يقول كتب الله ذلك في اللوح المحفوظ فارق بين إنو يقول أنا شفت اللوح المحفوظ ومكتوب فيه والكلام ده لا لا دي اللي بيقولوا الصوفية أما كتب الله ذلك في اللوح المحفوظ الدليل عليك ذي قال الله تعالى في القرآن ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادها الصالحون وذلك كان مسلمون وكفر والله تعالى قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون الكلام ده الله كتب في اللوح المحفوظ بل عموم إنو أي مسلم حارب كافر إذا المسلم ده طبق الإسلام الصحيح قال الله تعالى إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إلى آخر الآيات فدي بتختلف من كلام الصوفية الصوفية بقوله زي ما ذكر صاحب كتاب الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية شايتم أتجيز عليه كلامه كونه يقول كتب في فارق بين إنو نظرت إلى اللوح المحفوظ ورأيت اللوح المحفوظ ومكتوب في اللوح المحفوظ وقد رأيت ذلك بعينيه وقال رأيت ذلك بعينيه ده ما زالتاني أما الصوفي في كتاب الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية قال عن نفسي عن شيخي قال مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة إلى أن قال وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة إلى أن قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راهتي وأعلم نبات الأرض كم نابت وأعلم رمل الأرض كم ورملتي وأعلم علم الله أحصي حروفه وأعلم موج البحر كم وموجتي إلى أن قال وَنَاظِرُ مَا فِي اللَّوْحِ مِنْ كُلِّ آيَةٍ وَمَا قَدْ رَأَيْتُ مِنْ شُهُودٍ بِمُقْلَتِهِ وَنَاظِرُ مَا فِي اللَّوْحِ مِنْ كُلِّ آيَةٍ دي القال الصوفي موشل القال ابن تيميا رحمه بعد أن أقسم وإلى آخره وهو كلام في القسم القسم ده كون الزولي يقول مؤكد ده ذات المطلوب وَلَا تَجَعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لَأَيْمَانِكُمْ وَقَالَ تَعَالَى وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ وأنا لما نقسم بقسم وأنا جازم بالكلام لا تقسم بالله تعالى وأنت جازم إنت أصلاً ما أحفظ الشبا هي قالوا له قل إن شاء الله قال إن شاء الله تحقيقاً لا شنو لا تعليقاً وانت ذات أناسي بقول لك هس أنا إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً بجغمك فيها شنو يعني أنا شي نويته عديل ما نويته شنو عندي فيه شكك ما قلت لك بكرة بجيك وانا جوة الشغلة معلقة عندي بجيك ولا ما بجيك لا أنا جوة جزمت في نفسي إنه بجيك وكذي بعدين قلت لك إن شاء الله بجيك تحقيقاً لا شنو لا تعليقاً أما كونه يجزم في مسألة الوعدة العام في حق الله تعالى أنه ينصر المؤمنين دي واضحة ما فيها اتنين ثلاثة طيب قال مزمل قال الوهابية الشتتة كالضاب مزمل ما قال الوهابية الشتتة واتحداك جيب اللفظة دي وهذا موجود اليوتيوب ذاته والدناير جاي بمشاكل في البلد دي هم يجيبوا فتش الله بطبع الممنتج والممنتج كله فتشوا قال مزمل قال الوهابية الشتتة أنت ما ضابط الكلام ذاته يا قال لك الناس يتفرقوا وحتى الناس البنتزبوا للسلفية قد يتفرقوا الشتتة والناس الشتتة أنت أبقى على الكتاب والسنة بفهم السلف واتبع منهج السلف ده الكلام اللي بيقوله مزمل ومقولوا وهابية الشتتة دي ذاته ما بقوله ولا بيصف السلفين بشنو وهابية دي بيصفوها بالناس الحاقدين على شنو على السلفية قال ابن كثير قال ابن تيمية شربوا مويت الغسل بتاعته وإلى آخره شربوا مويت الغسل أنت الملك باقي الشبهة وما حافظ ودفنوا في مقابر الصوفية دي أهل جابوا أول شي الصوفية دي خلي التفصيل فيها لكن كونه زول مات شربوا مويت الغسل بتاعته الزنب على الشرب ولا على المي يدلغ السلوه زاته الزنب على الشرب أنت ما ذات ذاتك ما عرفك جغمت لك ولا يت في زمن أنت ذاتك ما فاهم شي يا أخي زول مات وعملوا الكلام ده بعد موته أيها ممكن تقول لي طيب إننا شيخنا دي المامات وعملوا في فرق أو الريك الفرق شنو ابن تيمية بقول توحد الله تجعل عقيدتك في الله ما تدعلك بالبشر ما كذوه أقرى كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ويبين الكلام ذا ويتبرأ من تعظيمي من تعظيم الناس له بتبرأ ده بعد موت لو عملوا قال الله تعالى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي يوفى أل في الصحف ديشنو ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أما الصوف يقول أعملوا لي أنا أعملوا لي وأنا عملت ده بعد أعملوا له واشي تحيلوا بعدين حسابوا على الله تعالى أما مجرد زول وأكبر دليل في القرآن عيسى عليه السلام بعد الله رفعوا غلوا فيه ولا ما غلوا فيه غلوا فيه قال الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت شنو فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فأي شي تقولوا بعد وفاته دي ما حجة إلا إذا أدع عليه قبل ما يتوفى وده ده كلام الصوفية هنا هون يا هون لبي دعو الناس إلى الشركة بالله سبحانه وتعالى وأنا دار أذكر مثال أو مثالين ولعله أخونا شهاب عنده تعليقات إضافات على ما ذكر لأنه شايف وكتب على أشياء دي جب أهل ما سألت التضعيف وما التضعيف دي نحن أصلا ضربنا عنها صفحا نحاجك بالحجة اللي بتجيب أصلا في أصلا الباطلة بعد ذاك هي أصلا ما سابت طيب قال ذا كتاب من كتب الصوفية ويجيب ليه كلام ابن القيم كلام من كثير كلام ابن تيمية إنه بقوله نفس الكلام ده أما ابن القيم مسألة الفراسة في مدارج السالكين فراسة دي بناء على حديث والحديث أصلا ما سابت ضعيف وكون عالم من العلماء ابن كلام على حديث ضعيف وهو يظن إنه الحديث ده صحيح ما بتقدر تضعن فيه ليه ما بتقدر تضعن فيه لأنه أنا بجيب لك حديث من سنن الترمذي الترمذي إمام ولا ما إمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى جيب لك حديث ضعيفة ما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل الترمذي يظن أنها صحيحة وما يلام على اجتهادي وإنما يؤجر في خطأ في الخطأ الواحد ولا يا يلام العالم في خطأي إذا كان له مسوق له اجتهاد طيب قال أنا الإمام المبين العالم العلم هذا الشيخ بتاعك طيب العقل النزيه الشبيه الشامخ العالي السيد السند الطوض الذي سجدت ملائك الملك الأعلى لإهلالي إلى أن قال فالعرش والفرش والأكوان أجمعها الكل في سعتي مستهلك بالي فكل فضل سمى في الكون مرتفعا فإنما هو من مني وإفضالي ديل قالوا كذلك يا سبين تيمية الفراسة مبنية على الظن أفهم لو من القيم قال الشيخ بيعلم الغيب كان المسألة الذي يكون ضل فيها ولو دي عقيدة وعقيدة عقيدة الصوفية كان ضل لناه زي ما الصوفية عليه ضلال لكن مسألة الفراسة بتختلف الفراسة والمكاشف والإلهام ده كل كلام مبني على الظن ظن هل الكلام يصدق ولا ما يصدق لكن علم الغيب الذي مبني على اليقين بيحدث كذي زي ما بقوله الصوفية الآن هو بقول منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر جبلنا ابن تيمية قال الكلام قال العبارات فذي المضغارين بذلك يا أخي ذي بيقولوا كلام باطن واضح ضلال على انحراف يصادم كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في كتابه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون حديث الفراسة ده حديث ضعيف هو بنى عليه المصحية وكون الفراسة شي مبني على الظن تتفرس افتراز يعني فلان ده زول كويس فلان ده زول كعب لكن ما بتبني عليه أحكام ما بتعاملوا مع معاملة زول الكعب بمجرد الظن ده شي يقول كلام ده كذي مش معناه انه يعني من القيم بيقول الغنماء التراحت بلقى في الكوشة البغادي والعربي التراحت بلقى كذي ده ما في ده كلام باطل ولا بتلقى فيه طبعات جديدة ولا كذي كلام كله كذب طيب الى ان قال انا الوجود الذي قام الوجود به حقا وخلقا بتردادي وترحالي وذكر مجموعة من الابيات ثم قال فمن تمسك بي او حل في حرمي نال المرام بلا ريب واشكالي انا الجليس على العرش المحيطي كما احط بالغيب تفصيلا واجمالي وانصو في القبيل ذا اللا بتكلم وكتبنا كلام اللي يجب لنا الكلام دا من كتب ابن القيم ولا من كتب ابن تيمية رحمه الله تعالى دا كل كلام كذب ولخبته وعدم فهم منه الى اخره